كان فيه فلاح بيسافر من القرية اللي عايش فيها للمركز علشان يبيع الزبدة اللي مراته بتعملها كانت كل قطعة على شكل كورة كبيرة بوزن كيلو جرام باع الفلاح الزبدة للبقال واشترى منه اللي محتاجه سكر وزيت وشاي ورجع للقريتين أما البقال فبدأ يرس الزبدة في التلاجة وخطر على باله أنه يوزن قطعة واكتشف أن وزنها 900 جرام بس وزن التانية لقاها برضو 900 جرام وعلى كده وزن كل قطعة الزبدة اللي جابهم الفلاح في الأسبوع اللي بعده رجع الفلاح للبقال كالعادة علشان يبيع له الزبدة استقبله البقال بصوت عالي وقال له أنا مش هتعامل معاك تاني أنت راجل غشاش كل قطعة الزبدة اللي باعتها لي كانوا بوزن 900 جرام بس وإنت حسبتني على كيلو جرام كامل هز الفلاح راسه بحزنه وقال له ما تسقش الزن بي إحنا ناس فقرة وما عندناش وزن الكيلو جرام أنا لما أخدت مننا كيلو السكر حطيته على كفه ووزنت الزبدة على الكفة التانية لا تدينوا كي لا تدينوا لأنكم بالدينون التي تدينون تدين وبالكيل الذي به تكلون يكلكم